ذكرت وزارة الخارجية أنه تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والكنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفر المصرية من القرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ خطة إجلاء المصريين بالسودان وفقا لما تقتضيه الظروف وأوضحت الخارجية أن جهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لعملية إجلاء الموطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة الموطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن